والآن موعدنا مع الوقفة الاقتصادية للسادسة أخبار المالي والأعمال ومحمد عبد الله إليك محمد شكرا سارة وشكرا نيوسف والآن إلى أخبار الاقتصاد محليا وعربيا وعالميا أهلا بكم نافي المركز العالمي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بالكارت الموحد بدءا من أول أغسطس المقبل ووضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشددا على استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء مع انتظام صرف المقرارات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية ووضحة أنه سيتم تطبيق منظومة الكارت الموحد بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية لاستخدامه في صرف المقرارات التموينية والخبز إلى جانب صرايان البطاقات التموينية كالمعتاد على نهاية العمل للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح تنفيذ خدمة تموين صفن حاويات بميناء غرب بورسعيد تزامنا مع عمليات التداول للسفنة بمحطة بورسعيد لتداول الحاويات وتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها في تموين السفنة بالتوازي مع حركة الأوناش وعمليات التفريغ أثناء الرسو على الرصيف ما يعكس الجهود المبرولة المشتركة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ممثلة في إدارة ميناء غرب بورسعيد والتنصف مع هيئة قناة السويس وشركة بورسعيد لتداول الحاويات لتنفيذ هذه العملية بنجاح جهود كبيرة قامت بها الدولة في مجالات الإسكان ومياه الشرب وصرف الصحي والطرق والمشرعات الخدمية حتى أطفت طفرة كبيرة على الحياة اليومية للمواطنين وشهدت الفترة من 2014 وحتى 2023 تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المختلفة وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النطة بيدا من منشوح المعروض وتراجع واترة التضخم في الولايات المتحدة والذي تأمل الأسواق أن يضع حدا لرفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وارتفعت على عقود الأجل لخام برينتي بنسبة ثلاثة في المئة لتصل إلى واحد وثمانين دولارا وثلاثة وستين سنتا للبرميل كما ارتفعت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة نصف نقطة ماوية ليصل إلى سبعة وسبعين دولارا واربعة وعشرين سنتا للبرميل وارتفعت كذلك أسعار مزودة عالميا بنسبة اثنين وعشرين بالمئة لتصل إلى دولارين وواحد وستين سنتا للليتر كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة اثنتين فاصل أربعة وعشرين بالمئة لتصل إلى دولارين وستة سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ارتفعت برصات الإمارات إذ توقع المستثمرون أن البنك الفضرالي الأمريكي اقتربوا من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة كما ارتفع نفط فوق واحد وثمانين دولار للبرميل بعد اضطراب الإمدادات في ليبيا ونيجريا وصعد مؤشر أبو ظبي نصف نقطة مقاوية لواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي كما ارتفع مؤشر دبي واحد من عشر بالمئة مدعوما في الأساس بصعود أسم القطعين المالي والصناعي نهاية أخبار اقتصاد من جديد أعود إلى يوسف بسارة شكرا لكم محمد